اشتركوا في القناة ان القضاء العسكري بصدد تتبع القاذي البشير العكرمي من اجل جرائم الخيانة والتجسس ووقف وتعطيل اعمال التنصت التي كانت ستكشف تورطه في جرائم الاغتيالات السياسية ومن جهته افاد الاستاذ بوعلاك بان المسألة اعمق واختر مشيرا الى ان قد تم توجيه الاتهامات فيما يعرف بملف الجهاز السري الى 26 شخص لكن وكيل الجمهورية احال 10 فقط وترك الباقية وعلى رأسهم راشد الغنوشي واتهم ابو علق رئيس المجلس الاعلى القضاء بتعتيل سير قضية الجهاز السري لحركة النهضة كما اكد المحامي رضاء الردوي انه لا بد من محاسبة القذات الذين تستروا وتواتؤوا على المتورطين كما قاعدين تسمعوا وقاعدين يصير اليوم حاجة به على الاخر انه الملف الجهاز السري لحركة النهضة اللي هي بتبيع المتهمة رقم واحد ويتباح الجهاز السري ما تروحوا اليوم على طاولة القضاء معناه توقفوا منهم عشرة ومزالوا للمحمد رسول الله مزالوا 16 ومن جملتهم راجل الغنوشي ما توقفش معناه المجلس الاعلى للقضاء مختارك خاطر تعليمات من فوق لازمتهم ما يتوقفش راجل الغنوش ويمكن رأوا تعليمات منه هو هاصيلوا معناه كما قاعدين تسمعوا ان شاء الله اللي جاي خير وتحية كبيرة ياسر رئيس الجمهورية وتحية كبيرة ياسر للشعب التونسي اين عم الشعب التونسي اليوم يستحق تحية كبيرة ياسر عليش خاطر رئيس الجمهورية اللب إرادة الشعب خاطر رئيس الجمهورية على حصن من طبع ما عندوش السلطة الكافية بشيحل المجلس الاعلى للقضاء لكن بإرادة الشعب نهارة اللي هبتت نهار ستة فيه اللي هبتت للشارع والطالب بفتح المجلس الاعلى للقضاء خاطره مخترق ورئيس الجمهورية لبم طالب الشعب وبتبيع المجلس العقل للقضاء هو ينوب بزادة حتى الشعب زادرة والشعب زادة طالب انه يتغيروا العظام تيه وتحية كبيرة ياسر كبيرة ياسر المواتنين والشعب التونسي اللي بالرسم يولينا واعين ونعرف وين حطه سقينا وان شاء الله يا ربي هكا يكمل ينصرنا ربي ورئيس الجمهورية يكمل ربي معناه يوفقه في العمل المتاعه خاطر حاجة بيها مبادرة طيبة كما قلتلكم ديما رو بنظافة ديما ملفوق وانتها بتلوت ديما الروس الكبار والروس الصغار هانا ببعد يجو بشوية بشوية تقول ما عيشة ترخص وكل شي تنظمت ولي ثم رقابة على سعار ورقابة في كل شي ومعه ثم ترافيق في حتى ميدان ولا في حتى مؤسة شاء الله يا ربي لبلي تتحصن ونسي كل ولو قادرين على القفة وع القدرة الشرائية وتتحصن وضعية كل إنسان ووضعيته الاجتماعية والمادية والنفسية والزوجية والعبادة لكل تتحصن ومورها إن شاء الله يا ربي ناس يقول ناقفوا مبعضنا إن شاء الله حديثي دي ما يقفش عندي هنا بارك أنت حتى حتى ما ناكي تسمعني تنجم تحكي لأصحابك بشتوعهم مش تعتهم فكر شنا هو قاعد يصير بالضبط مش نهاريخا نعرف شكونوا نتخبوا خاطر ديما السياسة احنا الشعب هو مسؤول رقم واحد في البلاد هذه شكون يحطوا شكون يحطوا شكون يختارش كوم يختارش واحنا حمدولي يا ربي نسرنا إن عرفنا كيفاش نختاره رئيس الجمهورية قيس سعيد مش نبيل القروي اللي هاربتو في اسبانيا وفي تزايا وإنسان ازتغل ضعف المواتنين معناه يوصل في القفة للعباد في جبولاتي على نبام كالربي باسم خاليل تونس ملول قال أنا ما نعملش حزبه بعد عمل حزب وبعد ولا يزتغل معناه في اسم ولده بش يوصل للرئاسة ووصل للرئاسة وربي كشفه تطلع زيروه ما يعرفش يحكيه ودي جا تفرجته وانتم في الوطنية في المناظرة اللي ما بينه هو وما بين قيس سعيد وكيفاش قيس سعيد عنده وطنية كبيرة ياسر تحية كبيرة ياسر رئيس الجمهورية وتحية كبيرة ياسر للشعب التونسي اللي عرفنا اللي انقذنا رواحنا بالرسمي انقذنا رواحنا ولازمتنا ناس كل انسان ده رئيس الجمهورية الفيديو هذا يعمل 16 نلف كل شخص معناه يحكي لثلاثة أخرين 16 في الثلاثة ثم 50 نلف معناه 50 نلف عابد واذاكم يزيد يحكيه بشوي بشوي تولي عنا فكرة بيه شنو قاعد يصير شنو فاش تعمل رئيس الجمهورية وبالله نحب نقول كلمتين رئيس الجمهورية برش عبادي يقول لك معناه مختصب الحريات ومختصب الحقوق لكان بيه اختصب الحريات والحقوق وبعد ما بش عب يجيبه ولا توضمن كل بش يعملهم وبعد شبخة شد الكرسي ويخزر ما بش عب يجيبه كان ينجم رئيس الجمهورية معناه يحط ايده في ايد اي سياسي اخر وياخو يعبي الباكو ويهرب فلوسه لبرة ولا يعمل معناه مشاكل مع سياسيين ينجم يقتلوه في اي نهار لويله عليش يعمل في المشاكل هذين كل راو فلوس تو باقي يعبي في جيبه ويعمل في شوية اصلاحات خفيفة خفيفة كيكا من فوق الفوق على عنينه برة وراو يعبي في جيبه وراو بعد خمسة سنين ولا يقول لك معاش ايني في الحكم ويخرجي ايش لبرة كالعباد الكل وبرة حاسبه انت كيما بارش هشده لكن رئيس الجمهورية اليوم خاطر بحياته ويحب يحارب الفساد ويحارب الخوانة والفاسدين ويحب يحارب الناس الكل كأذا يقول لعليش على خاطر الشعب التونسي خاطر قيسس عايد بالرسمي في قلبه لا اله الا الله يخاف رب ويعرف ايلي انهار اخر بش يتحاصب كيفه كيما غيره على ذكا قيسون حب يخلي البصمة متاعه في تونس وحياته كاملة يقري ولابس عليه مش مستحق معناه الشهرية 30 مليون تلكنا عايشين حتى ب600 الف عايشين ماكلين وشاربين هو يعرف ربي ويخاف بالرسمي وقاعد نحسه وانا والله بالرسمي قاعد يطبق معناه في الدين داخل السياسة بأتم معناه الكلمة انسان معناه يوصل يحارب الخوانة الكلكة في البلاد اللي قادرين معناه ينجم ويقتلوه معناه بالرسمي قادرين بين نهار وليلة يقتلوه قيس عيد وخاتر بحيته وعليش هذي كلها لخاتر الشعب التونسي لازم احنا منخذوشي ولازم نقفو معاه مادام هو وقف في مصلحتنا احنا احنا نقفو معاه ونضربو معاه انا واحد من الناس والله مش حديثه برا خاترشي معناه يقال لاخر والله العظيم نضرب وانسان دولا كان مش نضحي قادر نضحي بروحي مثلا ماشي علاش انسان يضرب عليك لازم تضرب عليه مثلا ماشي لا انسان قاعد يدافع عليك ليه يحب يضمن لك حقك انت يضبر عليه هو مش تضمن له حقه هو تضمن حقه وأنت في البلاد هذي إن شاء الله الناس الكل تتغير العقلية متاعنا ويشاء الله يا رب يدلنا مش نعمل الأعمال اله niye الطيب والعمال في البلاد هذي وإن شاء الله تحصن أمور البلاد وامور الناس الكل إن شاء الله الناس الكل أمورها عالي العال وكل هذه الوضعيات الاجتماعية تتحصن معلية كان نقول الكلمة عندكم وتحية كبيرة على القلب القيسوس قيس سعيد وتحية كبيرة من القالب للشعب التونسي اللي عرفش يعمل ستة فيفري وخمسة وعشرين جويليا ومن الأولها كي ينتخب رئيس الجمهورية قيس سعيد وربي يحبنا ما كاش روجانا سلطان جائر بالله العظيم إلا رو عذبنا ولا رو عذبنا حتى يديه في دين الخوة نظومة رو عايشين فيها بذخة وعايشين فيها وموش ناجد عليه الشعب لكن هو حبه ربي هو حبنا وإن شاء الله ربي وفقنا العمل الطيب وهو ربي شاء الله يوفقه بشي يعمل الحاجة اللي بها في البلاد الذية ونسى كل إنسان دوه ما نطولش عليكم هاك نكونوا سنة إلى نهاية الموضوع شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر